انطلقت فعليات التدريب المشتركة ميدوزا 13 بدولة اليونان والذي يستمر لعدة أيام بنتاق مصرح عمليات البحر المتوسط بمشاركة عناصر من القوات الجوية والبحرية والدفاع الجوي والقوات الخاصة المصرية واليونانية والقبرصية والفرنسية والسعودية وكل من إيطاليا والبحرين ورواندا وبولغاريا والمغرب بصفة مراقب يتضمن التدريب بتنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية للدول المشاركة والتخطيط المشترك لإدارة أعمال قتال بحرية وجوية ضد كافة التهديدات كذلك تنفيذ عدد من الأنشطة القتالية والرمايات غير نمطية بما يعكس مدى ما وصلت إليه القوات المشاركة من تدريب راق في مختلف التخصصات